باشمان سعد القيعي وستاذ بريم المنينسي تحياتي لكل مشاهدين وكل متابعي قناة الالي في كل مكان ان شاء الله بإذن الله غدا تكون المباراة منصيبة للنادي الاهل كل الأجواء وكل الظروف مهيئة للنادي الاهل ان شاء الله أن نعود من هنا بنتيجة إيجابية استقاطنا الكبيرة في اللاعبين ومجلس الإدارة اللي بيوفر أمور كثيرة جدا جدا من الطائرة الخاصة للترتيبات الكثيرة جدا اللي بيقوم بيها لدكتور مهند مجد رئيس البعثة بالتنسيق مع معالي السفير نبيل حبشي في هذه اللحظات ينضميلي طبعا لدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الاهل ورئيس البعثة يعني ان شاء الله دكتور مهند بكرا نبارك لك عن الفوز ومبارك لكل اللعيبة لكن قبل ما اتكلم على المباراة في ترتيبات كثيرة مستمر مع السفير نبيل حبشي كابتن سيد كابتن سبيل عدلي متواجد على طول بصفة مستمرة حطنا في الأجواء الأجواء التونسية عاملت ازاي والله الحمد لله كل الأمور ماشى بخير مفيش حد مأثر خالص كل الناس كل واحد عارف دوره ايه وقاين بيه ازا كانت السفارة ازا كان حتى ندي النجم السحيلي برضه ونازم ندي الناس حقها ماش مأثرين في توفير كل الطلبات اللي احنا طلبناها الجهاز طبعا كل واحد عارف دوره كويس فالحمد لله الأمور كلها ماشى بشكل كويس الجو الحمد لله إلى أحسن ونتمنى بكرا كمان يبقى أفضل وأفضل عشان يساعد فرقتنا ان شاء الله على الأداء اللي احنا منتظرينه منهم بإذن الله كان آخر حاجة دلوقتي معنا ترتيبات تكون بننصق مع الاتحاد الافريقي هو الاجتماع الرسمي بكرا الصبح ان شاء الله ولكن كنا بنأكد عليهم الكلام اللي هنقوله بكرا بإذن الله على أرض الواقع بما أننا موجودين في الاستاذ وكان يهمنا نقطة معينة أهمها المكان المدرجات اللي هيتقعد فيه الجمهور بتاعنا طريقة دخول الجمهور كل ده هيعلن عنه بكرا عندنا كمان الجزء من الفريق اللي مش هيكون موجود على الدكة بالإداريين ازاي بقعدين فوقف المدرجات ومتأمنين الجزء الخاص بالناس السفارة طبعا كل ده احنا بنأكدنا معهم عليه فان شاء الله هم يعني متوافقين معنا في حيات كتير وعرفين الحمد لله كلها هتعارف شغلوه الناس بروفيشنا كلها محترمين والأمور كلها ماشية بشكل كويس نتمنى بس بإذن الله توفيق بكرا بإذن الله يبححلفنا والناس كلها تدعي للفريق وإن شاء الله بإذن الله تبقى بداية موفقة للفريق كنت بطل عالمي في الكرتيب بتشوف بنظرة البطول وبنظرة البطل شايف عينين العيبة ايه شايف التركيز ازاي العيبة اللي على طول بتتكلم مع بعض بجانب الجهاز الفني لكن انت كدورك عدو مجلس الدارة بعيدا عن مجلس الدارة كروح البطل وبدور البطل شايف العيبة ازاي والله طبعا مبدئيا أنا بشكر مجلس الدارة وبرئاسة كابتا محمود الخطيب ان اداني فرصة عظيمة زي دي أنا مبسوط جدا جدا بتواجدي معاهم أول مرة عن الدرجة دي من القرب مع الفريق ناس كلهم يعني المستوى عالي من الاخلاق والالتزام حاجة يعني يعني لا توصف يعني معنوياتهم كمان كويزة جدا ومرتفعة ودي حاجة أنا شايفها في عينهم وعشتها عشت الأجواء دي أجواء ان اكون معنوياتي مرتفعة او لا انت عارف اللاعب يمر ببعض الإنجازات والإحباطات والكلام ده كله لا انا حاس ان هم روحهم كويزة معنوياتهم كويزة الروح المبين هم جميلة جدا على طول الوقت يعني منسجمين ومتعاونين يعني مباشرة اتمنى انها هتكون تنعكس كمان في الملعب في نوع من السقة في ان هم عملوا اللي عليه ومكتهدوا وعملوا كل الإدراع عليه في التدريب ان شاء الله ربنا يكلل ده